اشهد معالي السيد علم صالح صالح رئيس مجلس الشورى بالتقدم الذي تحرزه علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة مؤكدا اهتمام مجلس الشورى بدعم هذه العلاقات وتنميتها بما يشمل العلاقات البرلمانية وتبادل الاستفادة من الخبرات التشريعية في البلدين الصديقين جاء ذلك لدى استقباله لمعالي السيد بارك بيونغ سوك رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الصديقة والوفد المرافق حيث قدم معالي رئيس مجلس الشورى عرضا عن النهضة والتطور الذي تشهده المملكة في ظل العهد الزهر لجلالة الملك المفدى والمشروع الاصلاحي الكبير الذي بدأه جلالته بدعم ومسندة واجماع شعبي مثله مثاق العمل الوطني كما أكد معالي هنا زيارة الوفد الكوري تأتي في ظروف استثنائية بما يدل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في ظل الاهتمام الذي تديه المملكة بهذه العلاقات والذي تمثل بزيارة العديد من المسؤولين الجمهورية كوريا الصديقة وأهمها زيارة السموة للعهد رئيس مجلس الوزراء والتوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات من جهتها أعرب معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا الصديقة عن إشادته بالدور الكبير الذي يطلع به جلالة الملك المفدى والسموة للعهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق النهضة التي تشهدها مملكة البحرين مؤكدا التطلع المشترك لبناء علاقات برلمانية مشتركة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين فضلا عن التعاون في مجالات جديدة منها الطاقة ومكافحة جائحات كورونا